سائلة تسأل وتقول ابن مخصمني لأنني تزوجت ومش بيكلمني وتعصب جامد علي وقلت له أعمل إيه وكذلك بنت زوجي تصرفتها معايا مش كويسة خبطتني على راسي بالصنية وقلت لزوجي وقالها شوف هي تقصد ولا لا أعمل إيه أقول بالله التوفيق أول شيء الجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم جميعا أن يؤلف بين قلوبكم جميعا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الأمر الثاني نستعين على ذلك بالنقاش وأن نضع الحلال والحرام هو الأصل في التعاملات ونبين للولد اللي هو غيران عليك كما هو واضح لبا ابنك عشان أنت تزوجتي قولي له هذا حلال وهذا أمر حلال وفرق بين الحلال والحرام ولا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال كما لا يجوز لولي المرأة أن يعضلها عن الزواج وهي تحتاج إلى الزواج لأن هذا يعفها ويجعلها لا تقع في الحرام الإنسان الضابط أمامه في الإنكار وأنه يزعل لما يرى أحد يفعل المعصية فهذا هو ضابط الإنكار أما أن تكون قد تزوجت في الحلال فهذا لا يشينك أبدا بل هذا سبيل إعفاف نفس بالحلال فناقشي وذكريه بالله سبحانه وتعالى وذكري بهذه المعاني أن الإنسان يجعل الحلال والحرام نصب عينيه وفما كان حلالا لا ينبغي أن يضيق ضرعا به أبدا هكذا وتذكريه بالله عز وجل مع حسن المعاملة حسن المعاملة والكلام الطيب الهدية تذهب وغر الصدر الإحسان إليه الكلم الطيب هذا كله بفضل الله يذهب هذا الأسر وهذا شيء عارض وسيذهب بإذن الله بعد فترة كذلك أيضا بالنسبة لبنت زوجك يعني من ناحية زوجك يذكرها بالله سبحانه وتعالى ويبين لها خطورة الاعتراض على زواجه وهو يحتاج أن يعف نفسه والآخر من ناحية وخطورة أن تلحق الأذى بأي شيء من المسلمين فضلا عن من لها بهم صلة قرابة وأنت أصبحت لك بها صلة قرابة فهذا لا ينبغي وقطيعة الرحم لا تجوز وكذلك الصلة مطلوبة بين المسلمين عموما التذكير بالله نحن يعني لما بتكون أمامنا مشاكل مع أشخاص أحيانا نهمل باب التذكير بالله سبحانه وتعالى وهذا خطأ كبير جدا ممكن الشخص اللي قدامنا يباني أنه هو مش مستجيب للكلام ولكن كثرة التذكير بالله تؤثر فيه على الأقل تجعله لا يزداد حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يريد أن يعتدي على رجل فقال رجلي يا رسول الله يأتيني يريد أن يأخذ مالي ماذا أفعل؟ قال أولا ذكره بالله ذكره بالله كم من عاصي يحتاج إلى كلمة ليعود إلى الله سبحانه وتعالى وإذا لم ينصع في الحال نستمر نحن على التذكير بالله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعزة الحسنة إن شاء الله تيسر الأمور ثم أرشدك إلى قول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نصأ الله عز وجل أن ييسر الأمور سبحانه وتعالى